أما في سورة الأحزاب فقوله تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تفع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا يقول الشيخ رحمه الله لا منافات بينه وبين قوله في آخر الآية إن الله كان بما تعملون خبيرا يعني يشير الشيخ إلى موضع الإشكال هنا وهو أن الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ختمت استياق الآية بقوله تعالى إن الله كان بما تعملون خبيرا في حين أن المخاطر هو النبي وحده صلى الله عليه وسلم فهنا قوله إن الله كان بما تعملون خبيرا بصيغة الجمع لدخول الأمة تحت الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قدوتهم كما سبق بيان ذلك مستوفا في سورة الروم في أي موضع سورة الروم يعني يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل في خطابه الخاص أمته فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي خطر الناس عليها لا تبدل خط الله إلى قوله تعالى منيبين إليه والتقوه منيبين إليه مع أن المخاطر هو النبي صلى الله عليه وسلم لكن دخل في خطابه الخاص الأمة كلها بدليل قوله بعد ذلك منيبين إليه والتقوه إلى آية قوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه هذه الآية الكريمة تدل بفحوى خطابها يعني بمفهوم الخطاب أو مفهوم مخالفة أنه لم يجعل لمرأة من قلبين في جوفه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه المنطوق لرجل لكن المفهوم يدخل فيه أيضا إيه أيضا أن المرأة لم يجعل الله لها قلبين في جوفها في جوف واحد وقد جاءت آية أخرى يوهم ظاهرها خلاف ذلك وكما نفتنا النظر من قبل مرارا دايما نلاحظ في كل موضع نقول يوهم ظاهرها كذا يوهم ظاهرها كذا لكن لا يمكن أن يكون التناقض أو الإشكال حقيقيا إنما هو متوهما فيأتي العلماء الرسكون ويرفعون هذا الإشكال بما يوضحون من معالي الآيات الكريمة لكن لا يمكن أن يقع على الأطلاق مستحيل أن يقع تناقض أو تعارض بين آياتين مستحيل لماذا؟ لقول تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أما الآية الأخرى التي يوهم ظاهرها خلاف ذلك فهي قوله تعالى في حفصة وعائشة رضي الله عنهما إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما فإذن نراحل هنا أنهما امرأتان مسننة لكن قلقه قلوبكما إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما فهل المرأتان فيهما قلوبهما 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 قلبان الجواب من وجههما الجواب من وجههما أن المثنة ويجوز أيضا تقول شويته رأس الكبشي رأس واحد أو تقول شويته رأسي الكبشي يجوز الجمع ويجوز الإفراد ويجوز التهنان فالمعنى قطعت الكبشين رؤوسا وقطعت منهما الرؤوس فإن فرق المثنى فالمختار الإفراد يعني لو أحنا قلنا هنا الكفشين لكن لو كان المثنى مفرقا مع طفل واحد على الآخر ففي هذه الحالة الأفضل الإفراد لعدى الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ولم يقل على لساني وإنما إيه على لسان لماذا لأن المثنى هنا فرق فالمختار الإفراد على لساني داود وعيسى بن مريم وإن كان الاثنان المضافان منفصلين عن المثنى المضاف إليه يعني إذا كان غير جزئيه فالقياس الجمع وفاقا للفراء وفي الحديث قال الرسول عليه السلام لما قابل أبا بكر وعمر في الليل قال ما أخرجكما من بيوتكما الساعة ما أخرجكما من بيوتكما فجمع بيوت وقال أيضا مخاطبا ساطمة وعاليا رضي الله عنهما إذا أويتما إلى مضادعكما إذا أويتما إلى مضادعكما وفي الحديث الأخر وفي الحديث الأخر هذه فلانة وفلانة يسألانك عن إنفاقهما على أزواجهما وفي الحديث الأخر به أساء قل لي لا تهلك نفوسكما ولم يقل إيه نفسكما قل لي لا تهلك نفوسكما أساء فإن لها فيما ذهيت به أساء من الثاني اللي هو النظر إلى المعنى قول الشائر قلوبكما يغشاهما إلا من عادة إذا منكم الأبطال يغشاهما الذعر إذن هذا هو الجواب الأول أن المثنى إذا أضيف إليه شيئان هما جزئة جاد في ذلك المضاف الجمع والتثناء والإفراد الجواب الثاني ما ذهب إليه الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى من أن أقل الجمع إثنان أشهر شيء يستدل به من القرآن الكريم أو يستدل به من قال إن أقل الجمع إثنان إيه الموضع في القرآن الكريم حد من يكونش معاه كتاب أي موضع في إن كان له إخوة هي ظاهرها الجمع لكن يدخل فيها في حكمها الأخوان فهذا دليل من أدلة من قال إن أقل الجمع إثنان يعني إذا المثنى هو يعتبر جمع بل هو أقل الجمع زي اللغة الإنجليزية المثنى وعمل معاملة الجمع ليس زي العرب المثنى والضمائل خاص صبيع أو باقص صبيع قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم هذه الآية الكريمة تدل بدلالة الالتزام على أنه صلى الله عليه وسلم أب لهم لأن أمومة أزواجه لهم تستلزم أبوته صلى الله عليه وسلم لهم واضح وأزواج أمهاتهم فتستلزم أن الرسول عليه وسلم هو أبو المؤمنين هذا المدلل عليه بدلالة الالتزام صرح به في قراءة شاذة وهي قراءة أبي بن كعب لأنه يقرأها النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم وهو أي النبي صلى الله عليه وسلم أب لهم وهذه القراءة مروية أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهم للإمام نقيم كلام رائع جدا في أبوة النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين الأبوة الروحية أو الأبوة الدينية من يعرف في أي كتاب في كتاب طريق الهجرتين ومفتاح السعادتين فكال الكلام رائع ليستحق أن تراجعوه جاءت آية أخرى تصرح بخلاف هذا المدلول عليه بجلالة الالتزام والقراءة الشابة وهي قوله تعالى ما كان محمد أبى أحد من الرجالكم فإذا هنا تواهم التعارض يريد أن يكون فيه دقة في الكلام تواهم التعارض هنا بين أي وإيه أنا أريد دقة في الكلام التعارض المتوهم هو بين ماذا وماذا أحسن يبقى بين مفهوم قوله تعالى وأزواجه أمهاتهم المفهوم اللي هو دلالة من دلالة الاتزام يعني دلالة الاتزام لأنه يلزم من كون أزواجي أمهاتهم يلزم منها أنه أبهم أنه أب لهم فإذاهم التعارض بين دلالة الاتزام في هذه الآية وبين قوله سبارك وتعالى ما كان محمد أبى أحد من رجالكم الدواب ظهر وهو أن الأبوة المثبتة دينية والأبوة المنفية صينية فالأبوة المثبتة هي أبوة الأبوة الدينية أنه أبوهم بمعنى كما جاء في الحديث إنما أنا لكم مثل الوالد إنما أنا لكم مثل الوالد لما كان يعلمهم أداب تخلي هو أداب الاستنجاء إذا هذه الأبوة أبوة دينية واضح أما الأبوة المنفية ما كان محمد أبى أحد من رجالكم فالأبوة المنفية هي الأبوة الطينية يعني بمعنى أبوة التناسر والنسب بدليل إن السياق في نفل تبني رسول عليه وسلم قال بحارفة فأقل وأبى أحد المنفية مهلاد العبوة الطينية أبوة النسب لكن هو أبوهم من حيث الأبوة الدينية في هنا إشكال ثاني بقى بصورة أخرى إن بعض الناس حتقول طيب قولوا تعالى وأزواجوه أمهاتهم إذن أزواج الرسول عليه السلام من حيث ظاهر أمهاته لنا مع أن أزواج الرسول عليه السلام أمهات المؤمنين لكن مع ذلك جاءت الآية الأخرى وإذا سألتهم هن متاعا فاسألوا هن من وراء حجاب هل الإبن يسأل أمه من وراء حجاب أو يتعامل معه من وراء حجاب كامل طبعا هذا لا يكون فإذن هنا إشكال أيضا قد يقال كيف يلزم الإنسان أن يسأل أمه من وراء حجاب كيف هي أمه وكيف يسألها من وراء حجاب الجواب هو أن الأمومة هنا ليست أمومة طينية لكنها أمومة دينية نفسها فإذن وأزواج أمهاتهم في الحرمة وفي لي الاحترام في الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام وليس في الخلوة بهن ولا في حرمة بناتهن ونحو ذلك والعلم عند الله تعالى إذن أمومة زوجات النبي عليه السلام المؤمنين هي أمومة إيه؟ هنا أمهتنا في الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام لكن هل يجوز الخلوة بهن هل يترتب على ذلك حرمة بناتهن على المؤمنين كما يحصل مع الأم طبعا لا قوله تعالى يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أزورهن وما ملكت تأمينك مما أفاء الله عليك إلى آخره يظهر تعرضه مع قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد والجواب أن قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد منسوخ بقوله تعالى إنا أحللنا لك أزواجك ترى أين الناسخ وأين المنسوخ أحسن طب في موضع أخر في القرآن في نفس الشئ مشهور جدا أشهر من كده ده الشمس كم من سورة إيه؟ البقرة عدة المتوارفة عنها زوجها فمفروض أن الناسخ يتأخر عن إيه؟ عن المنسوخ فهناك موضعات في القرآن الكريم تقدم فيهما الناسخ على المنسوخ من أحدهما في سورة البقرة في الربع المشهور لهو إبقى والوالدات يردعنا أولادهن والموضع الثاني هو هذا الموضع فإن قوله تبارك وتعالى لا يحل لك النساء من بعد منسوخ بقوله يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك لكن الناسخ هنا أتى قبل المنسوخ يقول والجواب أن قوله تعالى لا يحل لك النساء منسوخ بقوله إنا أحللنا لك أزواجك وقد قدمنا في سورة البقرة أنه أحد الموضعين الللين في المصحف ناسخهما قبل منسوخهما لتقدمه في ترتيب المصحف مع تأخره في النزول على القول بالنسف وقيل إن الآية الناسخة هي قوله تعالى ترضي من تشاء منهن وقال بعض العلماء هي محكمة وليس المعنى لا يحل لك النساء من بعد يعني من بعد ما أحل الله لك النساء في قوله تعالى أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي أدأت أجرهن إلى آخره فمن بعد ذلك لا يحل له النساء بعد ذلك لا يحل لك النساء من بعد فتكون آية لا يحل لك النساء محرما ما لم يدخل في آية إن أحللنا لك أزواجك كالكتابيات والمشركات والبدويات على القول لذلك فيهن يقول الشيخ والذي يظهر لنا أن القول بالنسخ أرجح وليس المرجح لذلك عندنا أنه قول جماعة من الصحابة ومن بعدهم منهم علي وابن عباس وأنس وغيرهم رضي الله عنه لكن المرجح له عندنا أنه قول أعلم الناس بالمسألة إذن لك لا يرجح الخول بالنسخ هل هو لأنه قول هذه المجموعة من الصحابة وجواءهم لا يقول المرجح أنه قول أعلم الناس بهذه المسألة أعني أزواجه صلى الله عليه وسلم لأن حلية غيرهن من الضرات وعدمها لا يوجد من هو أشد اهتماما بها منهن فهن صواحبات القصة معقول يعني من حيهتم ويكون صاح أو هذه القضية أكثر من أم هذه المؤمنين أو أكثر من عائشة رضي الله تعالى عنها فطبعا معروف أن الزوجة أكثر من يهتم وينشغل في قضية أن زوجها يعني يتزوج عليها فهذا هو المرجح أنه قول أعلم الناس بالمسألة وهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأن حلية غيرهن من الضرات وعدمها لا يوجد من هو أشد اهتماما لها منهن رضي الله عنهن لأنهن صواحبات القصة وقد تقرر في علم الأصول أن صاحب القصة يقدم على غيره صاحب القصة يقدم على غيره طبعا يقدم في حالة التعارض حالة التعارض يقدم قول صاحب القصة على قول غيره ولذلك قدم العلماء رواية ميمونة وأبي راكع أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال على رواية ابن عباس المتفق عليها أنه تزوجها محرما يعني حديث متفق عليه لابن عباس أن رسول عليه وسلم تزوجها ميمونة وهو محرم ومعروب أن حالة الأحرام يمنتنع فيها لإيه عقد الزواج أو النكاح فهنا جاءت رواية تاني رواية ميمونة وأبي رافع أنه تزوجها وهو حلال كان في حالة الحل كانش محرم في رواية ابن عباس متفق عليها أنه تزوجها وهو محرم فالعلماء هنا في هذه الحلقة قدموا رواية ميمونة وأبي رافع لماذا؟ لأن ميمونة صاحبة القصة وأبا رافع سفير فيها كان هو السفير اللي تولى توصيل هذا الأمر فصاحبة القصة والسفير الوسطة في هذه القصة هم الذين أثبت أنه تزوجها وهو حلال ولم يكن محرما فهنا تقدم دواية صاحبة القصة فإذا علمت ذلك فاعلم أن ممن قال بالنسخ أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت رضي الله عنها ما مات صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء ما مات حتى أحل الله له النساء إن الحل مات وأم المؤمنين سلمة أم سلمة رضي الله عنها قالت لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم ويشهد لذلك ما رواه جماعة عن عبد الله بشدد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة وجوه رضي الله عنهما بعد نزول قبلي تعالى لا يحل لك النساء من بعده ترجمة نانسي قنقر